السعيد الفني هنا اللي كانت فيه شوية كواليس لطيفة جدا فضل يا فن مبدئيا بعد مباراة التحاد جدة تاني يوم على طول كنت قاعد مع بعض الأصدقاء من اللجنة الفنية لتحليل كاس العالم الأندية وتحليل بطولات الفيفا عموما اللي هم بيرقاسها أرسين فينجر ومعهم المرادي كريستيان جروس كان موجود المدير الفني السابق الأهلي جدة السعودي والنادي الزمالك وكمان باسكالة سوبي وهو واحد من الفلسورة هو واحد من أشهر حراس المرمى في أوروبا وفي سويسرا كان حالس مرمى منتخب سويسرا بير ليفركوزن فولام مجموعة من الأندية في سويسرا منها جراس هوبرز وبالمناسبة كولر كمان ضربه في وقت من الأوقات أو لعب معاه الأول ككابتن كان كابتن عليه وجروس كان هو مدرب الاتنين في وقت من الأوقات في جراس هوبرز زيوري الحقيقة هم كان اللجنة الفنية للفيفا عندها تعليق أو منباهرة بتلت أسماء داخل فريق النادي الأهلي الاسم الأول هو مارسل كولر وأنه كيف استطاع مارسل كولر تحديدا ده اللي تقال كيف استطاع مارسل كولر تحضير لعب النادي الأهلي لمواجهة التحاد جدة بهذا الشكل وأنه يخرج بهذا الأداء وهذه النتيجة ممتاز ده بالنسبة لهم نوع من أنواع يعني هما شايفين أن كولر أدى مع مجموعة اللي عمين وجه هذا المعاون يعني هما حتى عارفين جهاز المعاون من أول هاري جامبيرلي وموجود سامي أمصانو وموجود ميشيل يانكون في الحراس وأندري باس أندويا وغيرهم وحتى ياسين ميكاري في تحليل الأداء هما عارفينهم بالاسم حالي الكلام عن اللجنة الفنية اللي فيها لجنة الفنية للفيفا كريستيان جروس بس كالتسوبي بالزبط فالكلام على أنه أنه مارسل كولر قدر يحضر لعبة النادي الأهلي لدرجة أنه هما يعني عارفين هيهجموا إمتى عارفين هيدفعوا إمتى هيقدروا يحققوا الفوز إزاي أدي واحد ده الاسم الأول الاسم الثاني كان ماروان عطية وحتى منهم اللي ما كانش حافظ اسمه كان يبيل اللاعب رقم 13 في النادي الأهلي بيسألوا مبدئيا وده السؤال المهم هاوي يعني لازم نوقف عنده بيسألوا أنه ماروان عطية كان فين قبل الأهلي ماروان عطية هما عارفين عنده 25 سنة كان فين قبل الأهلي طب فما راحل ناشئينه والشمال ملعبش منتخبات ليه فده السؤال طبعا أنك تشرح لهم طبيعة لو فضيين أحكيركم فالحقيقة قلت له هما سألوا حتى هو موجود في النادي الأهلي من إمتى وشرحت لهم أنه هو متوج بالبطولات مع النادي الأهلي من أول ما اشترك معاه حتى الآن وأنه كريستين جروز تحديدا بسكالة سوبي واللجنة الفانية شايفين أنه ماروان عطية من اللاعبين الطب على مستقل العلم في مركزه هما مستغربين من أنه الكواليتي ده ما شافوهوش في منتخبات شباب وناشئين وغيره وحدث في المنتخب الأول إلا مؤخرا هو لسه بعد انضمامه للنادي الأهلي موجود في المنتخب المصري وأنا أعتقد أنه ده هيدي دوافع كتير جدا للماروان عطية كمان في مشاركته في كاس الأمم الأفريقية القادمة مع منتخب مصر لأنه شبه خلاص العالم بيبص عليه ممتاز الاسم رقم 3 وتحديدا بالمناسبة عشان قبل ما سيب ماروان عطية هما تكلموا عن أنه لعيب عنده القدرة أنه يفهم يفهم إمتى هيدافع وإمتى هيكون له دور في الجوانب الهجومية أنه الموضوع مش فكرة أنه عنده باور بس أو أنه هو متمرك الصح بس بيقرى الجيم كويس الاسم التالي كان محمد الشناوي والحقيقة أنه محمد الشناوي خلاص في كاس العالم للأندية بقى عنده صمعة طيبة أن اللجنة الفنية للفيفا مش أول مرة تشوف محمد الشناوي بس كانت سوبي بقى بيتكلم عنه ويقول لك محمد الشناوي هو خلاص مقتنع جدا عنده قناع وده كان حرص مرمة كبير وقد وصل دور 16 في كاس العالم بدون ما يدخل فيه هدف فيعني من الحراس الكبار هو شايفين أن أداء محمد الشناوي كان علامة فارقة مع النادي الأهلي في مواجهة اتحاد جدا وخصوصا في الانفراض اللي تصدى ليه وضربة الجزاء اللي تصدى لها من كريم بن زيمة فهما التلات أسماء دول في اللجنة الفنية للفيفا علقت عليهم منباهرة بالأداء اللي حصل ويمكن كان فيه توقعات كتير يمكن بسكالة سوبيا أو الواحد قال لي قال لي الجمهور الأهلي أنا متأكد أنه بيفكر دلوقتي في الفاينال قال لي مبارات في لومنانزي مش هتكون سهلة وأنه لازم يستنوا الأول يشوفوا يعملوا إيه مع فلا منانزي قبل ما يفكروا في الفاينال كاس العالم الأندي على ذكر